خلونا نروح مرة تانية ونرجع نكمل أخبارنا نروح للنادي الأهلي اللي هيبدأ الفريق النهاردة إن شاء الله الاستعداد لمباراة طنطة في الجولة الثلاثاشر من الدوري المصري الممتاز يوم الأربع هتكون المباراة بإذن الله بعد ما وصلت بعثة الفريق قاهرة فجر اليوم من زنبابوي بعد التعادل مع بلاتنام الزنبابوي بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفروك خلينا نقف عند النادي الأهلي شوية لأن الكلام بصراحة كتير أول يومين اللي فاتوا دول فجأة النادي الأهلي اللي كان بيتضرب بيه المثل في كل حاجة استقرار فني إداري دلوقتي أصبح منجم للمشاكل ده كله ليه؟ عشان الفريق تعادل مع بلاتنام في بطول الدوري أبطال إفروكة ومباراة يعني ظروف مطش خارج أرضك بس يعني في النهاية حصلت حالة جدل كبيرة جدا على السوشيل ميديا محدش يختلف أن الكل أكيد كان طمعان أن الأهلي يكسب المباراة ويحط رجلي خلاص بقى في دور التمانية لكن في النهاية ده اللي حصل مش ممكن يعني مش هنيجي نهد المعبد على اللي فيه لمجرد تعادل في المباراة خصوصا وأن حصوص النادي الأهلي في التقاول كبيرة جدا وزي ما معودينكم دايما بنتكلم بلغة الأرقام خلينا مع بعض كده نحسب كل الاحتمالات اللي ممكن يواجهها النادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال إفروكة الأهلي دلوقتي عنده سبع نقاط النجم عنده تسعة لهلال عنده ستة نقاط بلاتنم معه نقطة وحيدة في حالة فوز النادي الأهلي على النجم في المباراة اللي جاية مع أخسارة الهلال في نفس الجولة من بلاتنم هيتأهل النادي الأهلي مباشرة للدور ربع النهائي لأن وقتها هيرفع النادي الأهلي رصيده لعشر نقاط في الصدارة نجم السحلي هيفضل تسع نقاط زي ما هو هيتجمد كمان رصيد الهلال عند ستة نقاط ولن يتبقى سوى جولة وحيدة فقط وحتى لو نجح الهلال في الفوز في الجولة الأخيرة على النادي الأهلي فلن يتمكن من التأهل لأن رصيده وقتها هيكون تسع نقاط والأهلي عنده عشر نقاط حاليا ناخد احتمال تاني في حالة فوز النادي الأهلي في آخر جولتين في دور المجموعات هيضمن تأهله إلى دور ربع النهائي كمتصدر لأنه هيرفع خلاص رصيده للنقطة 13 فهيتصدر على طول هيكون متصدر فهيصعد مرة أخرى على طول احتمال آخر كمان في حالة فوز النادي الأهلي على النجم مع تعادل الهلال أمام بلاتنم هيرفع النادي الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة مع توقف رصيد النجم عند تسع نقاط في الوصفة في حال كمان تعادل الهلال مع بلاتنم هيرفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث وبالتالي في حالة تعادل الهلال مع النادي الأهلي في الجولة الأخيرة هيرفع الاهل رصيده إلى 11 نقطة والهلال يرتفع رصيده إلى 8 نقاط ولكن بالتالي تأهله يكون للنادي الأهلي والنجم السحيلي إلى دور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة النجم السحيلي في الجولة طبعا الأخيرة احتمال اخر في حال تعادل الاهلي مع النجم الساحلي في الجولة اللي جاية وخسارة الهلال في نفس الجولة امام بلاتنم هيرفع الاهلي رصيده الى 8 نقاط والنجم الساحلي يرتفع رصيده الى 10 نقاط ثم الهلال في المركز التالت برصيد 6 نقاط ويتأهل النادي الاهلي ايضا الى ربع النهائي وذلك طبعا حتى في حال التعادل في الجولة الاخيرة مع الهلال لان الاهلي هيرفع بقى رصيده الى 9 نقاط ويرتفع رصيد الهلال الى 7 نقاط فقط احتمال اخر في حال تعادل الاهلي مع النجم السحلي في الجولة اللي جاية مع تعادل الهلال وبلاتنم في نفس الجولة تعادل الاهلي مع الهلال في الجولة الاخيرة يعني تأهل الاهلي الى ربع النهائي في وقتها هيرفع عن نادي الاهلي رصيده الى 9 نقاط ولكن هيكون رصيد الهلال 8 نقط تعادلين من تعادلين في اخر جولتين من دور المجموعات وبالتالي بتأهل الاهلي الى ربع النهائي نروح لاحتمال اخر في حال خسارة الاهلي من النجم السحلي مع تعادل أو خسارة الهلال أمام بلاترين في الجولة اللي جاية وانتصار الاهلي على الهلال في الجولة الأخيرة هتأهل الاهلي الدول ربع النهائي لأنه وقتها رصيد الاهلي يكون عشر نقط الهلال تسعة فبالتالي هتأهل الاهلي على حساب الهلال